السلام عليكم موضوع سهل وبسيط بس مهم بالنسبة لك اعتقد الناس اللي مش عافها لسه موضوع Rotation للCrop View لو انت عندك View بالشكل ده اخدت منه حتة هنا بالطول اللي انت شايفه ل View لوحده ودي لما جيت احطها في الشيت لقيت ان الشيت مفروض يكون بالعرض بالشكل ده او عايزة خليها تبقى متناسبة مع الشيت هيجي بالك ايه هتعمل ده كله Select Rotation لا انت بتعمل Rotation لل View ده بس لازم اول حاجه تفاعل الCrop Region تخليه Visible من هنا هتمسك الCrop Region هتعمله هو Rotation لازم تلغي الCopy هتدوس على Place اي نقطة شوف الزوء اللي انت عايزه طبعا بياخد المعكوس بتاعه دوس Clicker دلوقتي بقى عندك الشكل بقى بالطول او بالطريقة اللي انت عايزها تمام اللي انت عملته ده حتى لو لغيته عشان تتخيله اهو اللي انت عملته هنا ملوش علاقة باي View ولا غير احداثيات ولا حاجه ده مجرد جزء انت خليته يظهر عندك في View دوت بالشكل ده يبقى الCrop مش هو تتلي الموديل يعني مش هو تتلي الألمنت بالإحداثيات مجادل View اللي انت فتحه هنا دلوقتي لو انا واحت للشييت الجديد بتاعي واحت للView التاني اللي انا لسه عامل له Rotation ده اللي هو هنا هتلاقيه جا معاك بالشكل اللي انت عايزه طبعا ممكن تغير الSkill بتاعه اعمله بالطريقة اللي انت عايزها المهم انه هو جاب الOrientation اللي انت عايزه تمام يبقى Rotation View غير Rotation model او حتى مختلف عن True North والإحداثيات ده مقاود Rotation للCrop نفس شكراً لكم